ينتظرون منذ أيام خبراً يبرد نيران الآلام التي اشتاحت قلوبهم بفاجعة فقدان ذويهم وأحبائهم في غرق عبارة الموسى لكن أحداً من المسؤولين الحكوميين لم يستمع لآهاتهم المكلومة المكبوتة في صدورهم المتعبة أمام قسم الطب العدلي بدائرة صحة محافظة نينوى اجتمع هؤلاء الرجال والشباب الذين فقد كل واحد منهم في فاجعة العبارة إما أخاً أو أختاً أو زوجة أو ابناً أو عزيزاً من الأقارب أو الأصدقاء وهم هؤلاء الوحيد سماع القليل القليل من أي جهة حكومية عن مصير جثث من فقدوهم أو عن محاسبة المقصرين الفاسدين الذين كانت لهم اليد العليا في التسبب بمأساتهم الكبيرة أنا عندي ابني انفقد وابن أخويا وابن عمي ثلاثة وما شفنا أي حركة أي إنسان خاصة من مجلس محافظة نينوى صارنا أربع اتيام لحد الآن ما شفنا أي مسؤول قال لنا إحنا سوينا هالشي إخوان أو اتخذنا بحق الغرقانين على إجراء الفلاني أو عثرنا على جثة أو خبرنا أو اتصلنا لحد الآن ما شفنا وبالرغم من مصابهم الكبير الجلل الذي اهتزت له الأرواح والضمار إلا أن أرواحهم الطيبة تأبى أن تبتعد عن المألوف من التقاليد والأعراف والأعمال فجل ما يطلبه هؤلاء اليوم جثث أحبائهم الذين فقدوهم في فاجعة العبارة ليتسنى لهم مواراتها الترب ويبقى الأمل عنوان صبر هؤلاء القابعين على أرصفة الموصل ينتظرون مجرد خبر أو صوت عن ذويهم يدوي جراحة وغصات أيام وساعات انتظارهم وهم يدركون أن هذا المنتظر لن يأتيهم إلا من الله أو من يسخره لهم من عباده وليس من الحكومة أو منتسبي مؤسساتها المختلفة الذين ما زالوا يحسبون بالميزان كفتي الربح والخسارة من الفاجر شكرا